أعزائي المشاهدين سلام عليكم عدنا إليكم من جديد صراحة مدري كم صلي ساحب على القناة الأيام قاعدة تمشي والإنسان قاعد يكبر أنا أفضل وليش وحشتوني يا جماعة وحشتني الفريم الواسع هذا وحشتني مدة اليوتيوب اللي تخليني أخذ راحتي في الكلام كأنني جالس معاكم المهم خلونا من المقدمة الدرامية هذه ما سأقدم لكم هذه الفترة إن شاء الله سأقدم لكم برنامج متكامل هنا في اليوتيوب بأكثر من فقرة هدفها هي إثراء المشاهد بالمعلومات حتى تخرج من المقطع تلاقي شي تتفرجه طبعا بعد ما تعمل لايك تعمل سبسكرايب للقناة راح نبدأ الحلقة أول شي بأهم الأخبار السينمائية وبعدها راح نروح للموضوعنا الأساسي واللي يتكلم عن أهم الممثلين اللي تحولوا للإخراج واخرجوا أفلامهم بنفسهم سواء أمثلوا فيها أو أخرجوها بس وبعدها راح أزبطكم بفيلم سهرة من ذوقي زي ما عودتكم أربطوا أحزمتكم واستعدوا لأول رحلة سينمائية 3, 2, 1 أهم الأخبار السينمائية ونفتتح أخبارنا بهذا التصريح القوي للمخرج ريدلي سكوت اللي يقول أنه أفلام هوليوود هذه الفترة ما صارت تعجبه منها تزداد حماقة يوما بعد يوم وأضاف في التصريح أنه زمان الأفلام كان نصها جيد ونصها سيئ لكن الفترة هذه 3% منها جيد 97% منها سيئ أو بالمعنى الحرف اللي قاله حمقاء شوفوا المخرج هذا ما علي أي غبار واتفق مع كلامه بحكم أنه أخرج أفلام أسطورية مثل الاليون بلادي يوتر والنسخة القديمة من بلايد رونر كثير من الأفلام يعني هذا ما نقدر نقوله من زين أفلامك عشان تتكلم فخلونا نحتفظ بهذا الرد وكلامه كمان يأكد للناس اللي تقول لي لماذا دائما تتكلم عن الأفلام القديمة وما تتكلم عن الجديدة لأنه صراحة ما في شيء جديد يستحق المتح والترشيح إلا نادرا يعني طرنا خلاص نعرف الفيلم اللي رح يفوز بالأوسكار من أول ما نشوفه يعني مو زي الزمان لما كانت فيه أفلام رهيبة كثير تحتار من اللي يفوز من بينهم وغالبا مخرجنا ريدليا سكوت يكسد الأفلام التجارية والقليل من أعمال مارفل والخبر الثاني عندنا برضو تصريح النجم العملاق والفنان الأسطوري الممثل كيانو ريفز كني مدحته زيادة لا والله يستاهل الشبيه كيانو يقول بأن الجزء الرابع من فيلم جون ويك رح يحتوي على أكبر عدد مشاهد أكشن من جميع أجزاء السلسلة يعني اللي حاب يوضح والله يطيل عافية بأن الفيلم رح يكون مرة أكشن متأكد بأننا رح نشوف حاجة مجنونة والفيلم رح ينزل بأمريكا بتاريخ 24 مارس ثاني يوم رمضان تقريبا عندنا رح يتأجل وينزل في 20 أبريل نهاية رمضان والآن نكمل رحلتنا بموضوعنا الأساسي الممثلين اللي اتجهوا العالم الإخراج واخرجوا الأفلام والهدف من هذه المواضيع أنك تتعرف على معلومات جديدة وتخرج بكم هائل من الأفلام اللي تستحق أنك تتابعه الممثلين اللي اخرجوا أفلام عددهم جدا كبير لكن خلونا نتكلم عن أشهرهم وبرزهم الممثل والمخرج كنيف برانا شارك كممثل بأفلام رهيبة مثل فيلم هاري بوتر وفيلم توم كروز فالكري وشارك بسلسلة أفلام أغاثا كريستي أوردر الآورينت أكسبيس وديث ونذا نيل ومشاركته كانت بالتمثيل والإخراج وأخرج الجزء الأول من فيلم ثور ثمان أخرج الفيلم الرهيب اللي نزل في عام 2021 بالفاست وكثير من الأعمال اللي ما ذكرتها مسيرة جدا متميزة وأنا أحب هذا الممثل والممثل الثاني عندنا هو الممثل بن أفلك مما يعرف بن أفلك اللي عنده أعمال كثيرة لا تعد ولا تخصى لكن إش هي الأفلام اللي أخرجها الممثل بن أفلك أخرج فيلم الغموض والجريمة The Town وشارك فيك ممثل سنة 2010 وأخرج الفيلم الأسطوري Argo وشارك فيك ممثل سنة 2012 والفيلم ترشح لثلاث جواز أوسكار لكن ما فاز بولا واحدة منهم برضو شارك بالتمثيل والإخراج لفيلم المتواضع Live by Night في عام 2016 مسيرة جدا مميزة وحاجة تشرف وأنا برضو أحب هذا الممثل والممثل الثالث هو العملاق جورج كلوني نجم سلسلة Ocean's Eleven وبتمانا السابق اللي أخرج أفلام مرة كثيرة أخرج فيلم الدراما The Ideas of March في عام 2011 وشارك فيه بالتمثيل مع الممثل رايان غوسلينك والفيلم ترشح لأربع جواز مختلفة لكن ما فاز بولا شي وأخرج فيلم الحرب The Monument Man وشارك فيه بالتمثيل في عام 2014 والفيلم ترشح لجائزة واحدة لكن ما فاز فيه وأخيرا أخرج فيلم الخيال العلم The Midnight Sky وشارك فيه كممثل في عام 2020 والفيلم كان عادي جدا والممثل الرابع عندنا الممثل اللي أمي ما تتفرج أي فيلم إلا ولازم تكون موجودة فيه الممثلة طبعا أنت هي تكون دخولك مختلف فضل عندك واسطة فضل الفضل لا تستحي أنجلينة جولي صاحبة الأوسكار معروفة عمالها وما يحتاج أذكرها لكن إيش هي الأفلام اللي أخرجتها هذه الممثلة في عام 2011 أخرجت فيلم الحرب The Land of Blood and Honey وما ينجح طبيعا ما نجح ليش مستغربين بسبب اسم الطويل وفي عام 2016 ما يقست ورجعت وأخرجت فيلم الحرب في نتفلك First They Killed My Father إيش مشكلتها مع الأسماء القصيرة المهم الفيلم حقق نجاح باهر وترشح لأربع جواز مختلفة لكن ما فاز بولا شيء لكن الفيلم نال عجابة الكثير وهذا يوريك بأن الفشل لا يعني النهاية إنما بداية النجاح كإني قلت حكمة صح وفي عام 2014 رجعت وقت سعة الساحة بفيلم الحرب Unbroken والفيلم ترشح لأحداشر جائزة مختلفة لكن ما فاز بولا شيء دقيقة توية لاحظ أن كل الأفلام اللي أخرجتها هي أفلام حربية وكل الأفلام اللي أخرجتها ما مثلت فيها فعام 2015 أخرجت فيلم الدراما والرومنسية Why the Sea وشاركت التمثيل مع زوجها السابق براد بيت ما لحكت أنهي جملة إلا وردت عليها المهم الفيلم فشل من بعدها إلى يومنا هذا ما أخرجت أي فيلم كنسي الحكمة يوم دير وإذا تكلمنا عن الممثلين اللي أخرجوا أكيد ما ننسى العملاء ميل كيبسون هذا الممثل عبقري بمعنى الكلمة ويفهم إش يعني كيف تصنع الأفلام ومنهم أفضل فيلم في عام 1996 واو 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 وفي عام 2016 رجع الساحة وعلم على الجميع وأخرج فيلم الأسطوري واحد من أفضل أفلام الحروب How so rich أيو عارف أنك مصدوم مو مصدق أنه ميل كيبسون هو والذي أخرج هذا الفيلم لكن ده حقيقي والفيلم ترشح لجوائز مرة كثير وفاز بعشرين جائزة مختلفة والله حقيقي واو عشان كده قلت لكم هذا الممثل والمخرج عبقري علاقة الممثلين بأفلام الحرب وإخراجها علاقة حميدة وتنافسية جالسين يطلعون لنا أفلام تخلت في التاريخ وأخيرا نختمه بالممثل العملاق ينزل واشنطن إذا لو نسمع اسمه للذكر Equalizer Training Day Malcolm X والكثير بدأ الإخراج في عام 2002 وأخرج أول فيلم لي وشارك فيك ممثل فيلم الدراما والرومانسية أنتوان فيشر والفيلم فاز بسبعة جوائز مختلفة فتعتبر بداية عظيمة وفي عام 2016 أخرج فيلم الدراما والتاريخ فينسيس وشارك التمثيل مع النجمة العملاقة فيولا ديبيس والفيلم فاز بثمانية جوائز مختلفة منها جازة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة لفيولا ديبيس مسيرة مليئة بالإنجازات طبعا هذا الممثل أنا مرة أحبه واحد من أفضل ممثلين بالنسبالي أنا كيني قلت كلها محبهم صح إذا أحب الكل وليش ودحيين نكمل رحلتنا لمحطتنا الأخيرة فيلم السهرة طبعا في ناس عملت سكيب للمقطع وهجمت على فيلم السهرة لكن حاب أقول لك هذا من أبسط حقوقك لكن حط في بالك إنك فوت عليك أكثر من 600 فيلم في الخلف فيلم السهرة اللي اخترت لكم هو اليوم هو فيلم يعلق في الأذهان ومهما مرت فيكم السنين ما رح تنسوه قصة الفيلم بكل اختصار عن شخص يعاني من مرضى الشيخوخة النادر وهو إنه نولد عجوز ويموت طفل يعني عمره يمشي بالعكس يعني بدل ما يكبر يقعد يصغر جميلة القصة لكن اللي أجمل منها هو إنه كيف تم سردها في هذا الفيلم أي شي المراحل اللي مر فيها من أول ما تولد لما بدأ يصغر وكيف نظرة الناس اللي أول ما تولد لما يشوفوه يصغر وهم ما يكبروا وكيف علاقته مع أصحابه هل شخص زي هذا ممكن يلاقي أحد يحبه يتزوجه يكون أسره ويفتح بيت مليون كيف والموضوع أبدا مسهل لذلك ما يخرج فيلم بهذا الصعوبة ويطلع باحتراف إلا مثال المخرج ليفيت فنشر كيف لا وهو اللي ورانا العجائب في فيت كلاب وسبين وزودياك وفلام كثير ومين الممثل اللي يقدر يتقمص شخصية بهذا الصعوبة ويخلين أنا كمشاهد أتعاطف معها وحس فيها من جميع الجوانب ومو أي ممثل يقدر يخليني أتابع فيلم ما في حركة وأكشل وضيع وكتي وسهرتي ممثل يخليني أحس واستشعر بالفيلم والشخصية وتفكر وتعلم منهم ومثل مثل ويليام برادلي بيت حتما هو الشخص المناسب لهذا الدور أو خليني أقول لهذه المسؤولية وزي ما قلت لكم الفيلم أبدا موني تضيع الوقت إنما هو للاستكشاف والتعلم والتعمق وإنك تعرف المعنى الحقيقي للحب وأخيرا فيلم الدراما والرومانسية The Curious Case of Benjamin Button اللي نزل في عام 2008 فيلم يستحق أن يكون في قائمة مخزونك للأفلام وتقييم الشخصي لهذا الفيلم والثمانية فاصة خمسة من عشرة وبكذا نقول انتهت رحلتنا السينمائية للأسف عارف إنك سعلان تحط في بالك الأشياء حلوة ما تدوم المهم لا تحرينه من اللايك والاشتراك في القناة هذه حساباتي في جميع مواقع التواصل الاجتماعي كان معكم عبداليس خوجة وتمنى لكم يوم سعيد وسهرة سعيدة سلام